حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل مستكملين حلقتنا لهذا الصباح مشاهدينا يعتبر التراث الإماراتي من المقومات التي يعتز بها ابناء دولة الإمارات وانشأ أحد رواد المغفور للشيخ زايد رحمة الله عليه متحفا لمقتنيات تراثية نادرة يروي من خلالها قصصا لحياته وقضاها في بناء قصة بناء هذه الأرض الطيبة الحديث أكثر عن هذه المقتنيات وسيرة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة يسعدنا أن نرحب الأستاذ علي قميس المحرزي صاحب شلالات مسافي وأكيد صبحك الله بالخير ويا مرحبا بك صبحك الله بالخير أستاذ عمارة وحياكم الله وليش شرف أن أكون بينكم أقدم لكم بعض المعلومات التي أحبها سارت عمري كله عليها حتى تكون إن شاء الله صورة طيبة لأبناء الإمارات وتراث الإمارات أكيد سار بتواجدك اليوم الله يشعدكم إن شاء الله يبارك فيكم في البداية أستاذ علي متواجد أكيد عندك الكثير من القصص عن مؤسس هذه الدولة الشيخ زايد رحمة الله عليه لكن في البداية أنا لفتتني بعض الأشياء الموجودة عندك لن نقول أنها نادرة اللي هي الحصة الموجودة عندك فإلا تعرفنا بهذه الأشياء إن شاء الله خير أنت ذكرتي أبو الجميع مؤسس الدولة الله يرحمه الله يرحمه والله يخلي خليفة وإخوانه آمين وهذه نعمة من نعم الله علينا أن نحن يكون قائد مثل قائد الشيخ خليفة خليفة للوالد الشيخ زايد اللي تشوف خيراته وعمة العالم كلها وهذا الحمد لله خير وبركة جميل أما أنا جيت عندكم الأشياء أشرح لكم لشيء أنا أحب صحيح لشيء أنا عشت في حياتي فيه لا أستغنى عنه الجبال والتراث والأشياء هذه إلى جيت عند عمي محمد مطر السويدي عنده ما شاء الله أقدم متحف في دبي وهذا المتحف طول عمر لما سمعنا أن الشيخ زايد سو لي متحف في أبوظبي أصروا أخواني وأولاده أننا نأخذ شيء من هذا الثراث الذي نحبه زيء أكثر نعطي له متحف الشيخ زايد نعم هذا موجود أما أنا الحب هذا المتاحف حبي من يوم صغير يعني أنا عندي روح متحف في قلعتي على ما نقوله في مسافي من يوم نجمع فيه التاريخ يعني من تقريبا 30 أربعين سنة وإن شاء الله أسردها عليكم في الحلقة صحيح طيب شو من المقتنيات التي أيضا عندك تم وجودها في متحفك الخاص والله طيب العمر أنا أول شيء أول لما جيت أسوي بيت فوق اليبل كان لي فكرة أنه كيف أنا أطلع فوق اليبل صح فالفكرة أنه مش أنت تطلع يعني يقولك ما توصل للقمة لكن كيف تثبت على القمة صحيح هذا المثل يقوله فأنا بغيرت أسوي شارع يطلع لفوق فأنا تعرف يعني أمري تقريبا ذيك اليوم 25 سنة ما عندي الخبرة الكافية أنه أنا أطلع لأنا أقل لك أنت أدرس برع صح ويوم وجدت الجبال والجبال عندنا وهذه تغيرت الحياة نعم فحبيت عمي واحدة اسمه حمد بن علي بن خمات في مسافي أمير مسافي السابق نعم فقلت لأبوي تعال أنا ما خابة من استشار هاي حكما يقول ما خابة من استشار صحيح فقلت لأبوي أنا بغيت أطلع من هنا و أسير لفوق فأشوف تتعلمني كيف أنت عندك خبرة في اليبال وهذا قال أبوي سوّ تطريق من هنا و تطلع لفوق قصة هذا اليبال من هنا أنا تطلع و تلفل لفوق أنا نفت الخطة يا سلام نفت الخطة نعم و سويت الدرب الذي هو الطريق سويت الدرب و حين تطلع تريلات ما شاء الله و فيه ملعب كروت قدم فوق يا سلام حديقة أطفال و كل شيء الحمد لله موجود فوق جميل الشيء هذا طعمتي أن الطريق الذي كان هذا أنقذت شيء وأنا لم أعرفه صحيح تحت هذا اليبل كان فيه مغارة مدفونة مغارة قدم التاريخ هنزي فالله سبحانه وتعالى ما خلانا أمر عليها الشارع رحت بعد فترة شفت قاعدت تحفر و تشوف المغارة تتوسع تتوسع فطلعت تقريبا عشرة أمتار ما شاء الله هي و نظفت و كل شيء و دخلت فيها الناس فهذه المغارة كانت عبارة عن الجبل اللي فوق ينزل المطر فالمطر ينزل يطلع من تحت المغارة فيها فلايا و لليوم موجودة و إذا الله حيانا و الله يسعدكم و تيونه هناك تشوفه كي إن شاء الله فأنا حفظت عليها و سويتها شلالات يا سلام خليتها طبيعة و كل حاجة وجوها ألاف البشر كل مرة هناك موجودة حيما فتوحة للناس بدون أي شيء نعم هي و الشلالات و الملاعب فوق للأطفال و المراجع كلها لله شونا نعم فاستمرت هذه طيب أستاذ علي بما أنك صاح و نقدر نقوم باحث في التراث فأكيد و لك أكيد هواية تراثية هوايتك شيء تكون نادرة اللي هي جمع الأحجار يعني حتى جمع أحجار نادرة مثل ما نشوفها الحين في الأستوديو أكيد بتعرفنا و بتعرف المشاهدين على هذه الأحجار نعم نرجع للموضوع التراث اللي هناك أنا أخبركم عن هذا صكور هذه طيب الأمر هي عايشة في حياتنا كلها نتعامل معها يومين إجبال المساهبة و تربة الإمارات معروفة لكن ما أحد من الناس اللي قالوا تعالى أنا لو سألت وحده منكم من تقول لكم شو هذي تقولوا حصا حصا صح لكن ما تعرف شو هدفها شو كيف ملسى و كل شيء و كيف يستخدمونها الأواهل أنزل كيف هذا الحجر ما يطيح منها شيء هذه يجيبوا الأشياء و يرسوها هراس ما يطلح منها ما يتأثر بأي شيء هذه الصخرة شوفها أنت مقطوعنا قاطعينها حتى تبين كأنها مصبوبة بالخرسانة صح هذه لو تضرب فيها أي شيء تطحنه ما يتكسر تطحنه فهذا الحصاء البيضة يسمى حصاء البيضة البيضية هذه نسمعنا بلغتنا الحصاء الأبيض الحصاء البيضية هذه الحصاء التي تشوفها هذه و هذه هذه عبارة مثلا هذه تسمع للهراس تعمل شيء تعمل بهذا الشيء هذه هي من نفس النوع هذه يستخدمها في الميزان يعني نقول من المن أربعة كيلو إلى أقل حاجة تسمعها في الميزان توزي نبو و يكون مكتوب عليه لأننا كل يوم ما كان عندي مواجهة أكترونية و المواجهة نادلة هذه الحصاء يعني الشكل اللي حطه كل واحد حطه تبقى نص مان ربع منه هذه الحصاء موجودة و أوجد لها عمرك هذه الحصاء حلو أنزيل و الأشياء الثانية الحصاء الكبيرة هذه أنت تشوفوها تلامع مثل الألماس هذه نادرة في الإمارات من أين بدتها هذه؟ من الجبال لدينا مسافي أنزيل هذه شوف الحصاء كيف تلامع شوف كيف تلامع فيها لمعة صح هذه كلها خاصة في الليل حين أنكم عندكم إضاءة فشوفها لكن في الليل يوم تشوفها تلامع مثل اللولو أنزيل عرفت اسمها أو نوعها هذه الحصاء نعم هذه الحصاء نسميها الصلبوخ الصلبوخ سمعتم عن حارس منتخب الإمارات أول سعيد الصلبوخ سعيد الصلبوخ طبعا معروف نعم أنا لاعب كرة و مؤسس نادر مسافي و رئيسه لمدة عشر سنوات لكن الحرب مخذتنا دبي واستقرأت هناك هذا الحجر وزنها طول الريال حجر وايد نحن محطينا حسننا هذا لا يحدث يخرب فيه فهذا الحجر الأحمر الذي تشوفه هذا ممتاز نعم الحجر الثاني هذا ليه في النص هذا نفس هذا نفس الحجر هذا لكن هذا لم أتغير هذا شوف هذا شوف هذا كيف يلامع نفس هذا لكن يلامع شوفت كيف يلامع صح هذا متروك بالشمس عشرات السنين وبعدنا يلامع ما شاء الله ليس لنحطينه متحف ولا شيء هذه المادة التي تلمع ما يسمونها أستاذ علي نحن نسموها مثل القليت سمعت القليت نسموها عندنا في البلد القليت تلامع بس هذا الذي يشوف يقول والله أنت جارع فيها قليت هذه وين نشوف سبحان الله وينشوف هذا الحجام الأبيض هذا هذا كأنه لولو منتور داخل يا سلام وشو يسمونها الحصا بعد لها مسمى؟ لا هي نفس الحصا هذه لكن هذه حصات القليت نسموها حصات القليت نستأذنك الوالد نشوف الحصا هذه ولمعتها بالفعل تعرف أن فيها لمعة كثيرة الوالد نعم هذا يقول لك نحن من عكرات السنين في الشمس لا نحن نحن فيها وعندها يعني شئرات كثيرة أنا أسألك الوالد شو المتعة التي تجدها أنت ببحثك في الإيبال وتجولك ما بين كل هذه الصخور شو المتعة تحصلها أنت بترجعني إلى المرأة لازم نرجع الأرشيف هذا لازم نرجع شوي شوف طي العمر الشاعر شو يقول خبرنا الواحد لما يحب شيء يخلص له صح الحب وشو سمن قاتل صح ولا لا فكل إنسان طي العمر عرف على شيء وحبه وخلص له لازم يعطي نتيجة صح فأنت لما تحب تراث الإمارات وبلادك تشوفها أنت والثاني والثالث أنت ما عندكم شباب ما عندكم وقت أن تجون هنا و تشوفوا الأشياء هذه فإحنا مفروض علينا كأبناء الإمارات ريائل و حريم أن كل واحد يعرف شيء عن تراث الإمارات للأسف أمس سألت دكتورة دكتورة فكان عندي محاضرة في الشارج و كانت محاضرة فقلت له شو النقا النقا تعرفي عايش النقا و مختصين في التراث وين دوركم في مثلا إحياء مثل هذا المفردات التراثية خاصة ككتب كغيرها من الأمور يعني نحن مهتمين في التراث نحب نطلع على التراث لكن للأسف لما نروح مثلا معارض في ركن صغير اللي مجموعة معينة من الباحثين و مختصين في التراث هم اللي كتبون عن تراث الدولة عندكم أنتم عبد العزيز المسلم هيا عبد العزيز هذا من أهلنا نعم مدير معهد الشارقة للتراث وهذا إنسان واحد لماذا نكون كل شعب الإمارات يعرف أشياء عن تراثه و أبلاده لو إحنا مثلا أنا تخلمت في الإذاعة و في التلفزيون و قالوا يا جماعة الخير أنتم و أبناء نحن مجدين عندنا أمانة بخرة هذه الأمانة نحن نروح عنها نتركها لكم صح كيف تعرفوا أمانتكم خذوا حقوقكم عليها فكل إنسان من أبناء اللي مات نحن الشيخ سلطان الله يطول عمره فتح أبواب كثيرة للناس معهد كامل معهد صحيح نعم لكن نحن طول عمره كل الإمارات لا يوجد هذا التوجه يليد هذا التوجه يوصل لكل إنسان يعني يا أقي عشر بنات مثلا نحن في كلبة عشر بنات من كلبة يعرفهم يا الحريم كيف عايشات صح شو حياتهم يسجل حياتهم من بداية إلى النهاية كيف عايشين شو اللي يسووه ولأولاد نفس الشيء هذا حقيقي توصل بالتراث بيدك تروح تلامس بيدك وتنقله للناس الثانيين لكن إذا أنت ما تعرف هذا وأنا ما عرف هذا مين يأخذ عنه يعني هناك في مختصين كثير للتراث لكن مثل موسوعات الكتب وين هذه الكتب لماذا لا يوثقون هذا التراث أنا خلني أبيب لكم منهجي شوء قدام برنامجي غير لكن ما عليه نعم نحن أنا أقوال واحد صنع فخار في الإمارات هل تعرفوا هذا الشيء و لماذا لا وثقت أستاذ علي الشيخ سلطان أبي العزيز المسلم خضوا عنه خمسة آلاف حصالة خلوا مصنع عمالي يشتغل خمسة آلاف حصالة ومداخل زين لكن أنا واحد أنا واحد سويت مصنع واحد الآن عندي مصنعين ومجهود ذاتي شخصي إلا وحدي صح صح لكن حلما استودوا الآن تقريبا تشتار ثلاثمائة مدخل ثلاثمائة مصنع فعلا المصنع لا يتكلف شيء صح لا يقينه وتحرك كبيدك صح لا يتكلف شيء و في المناطق هذه الجبلية مصنع فخار ليس مليون من مئات السنين شيء من ألف سنة موجود مصنع من أول نحن كيف عايشين نحن من أول لم يكن لدينا أواني نحن لدينا المدخن لدينا البرمة لدينا الحلة لدينا كل شيء هذا من الفخار صح لكن من يعرف هذا الشيء نحن توصلنا إلى مرحلة قدامنا نحن تقدمنا مع العالم ما علي بس نحن لا ننسى التاريخ الموجود معنا عندكم يا أبنائي عندكم ثروة كبيرة صح نحن لا نباكم تشلوها لا نباكم تعيدوا تصنيعها نحن نباكم بس تحافظوا عليها صح يلعبوا فيها لعب يخطوا خطين ثلاثة و يجيبك و أنت يقول لك فر أنت وين توصل لك ما هو وزنك صح ما في عندك موجانة جلة و ما رأي هذه نحن موجودة عندنا من مئات السنين فيحطوا خطوط يقول لك تعال الرماز كما يسوى البندقية ما يحطوا لك هدف صح و هذا نفس الشيء عندما تقول لهذه الحصائية ما يقول لك والله ما يعرف عن نصي صد لعنك طيب الحصائية شوف هذه الحصائية الحمراء هذه جبل هغير و هذه جبل هغير و أين تستوي هذه أنا سألكم و أسألكم اختبار و أين تستوي هذا حصائي و أين تستوي أنا لم أعتقد فيه اختلاف ما بين الجبال هذا ما في الجبل و أين هذا في الوديان نعم عمر شاطر هذا في الوديان هذا من تقلبات الماء و تقلبها في سنوات و هذا صارت لك مكتلة صح هذه لا تستوي في الليبل و لا هذه لكن هذه في الوادي اللي أحمر في الليبال التي ترى عندنا هنا في الإمارات نوعين نوع واحد اسمه بيضية 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 و هذا حش يستوي الشجار و يستوي كل شيء و في الجبال و هذا وين البيضية تمتد من غليلة من غليلة إلى آخر ذيت هذه هشة الليبالة في الشيء إذا يتو بين الديد بين الديد و الشارجة في جبال هذه من هذه الحصا هذه تكون في الوديان و الغليلة تكون هذه الحصا أحمر نعم و الذي في المنطقة الشرقية عندنا و في المنطقة الشرقية دبا و الخور و تلبا هذه الجبال هذه الحمرة الجبال الحمرة صلبة تكون بعد صلابتها جدا صلبة و أنا عايش في مسافة لأنه هذه تحمل يبال تحمل مناطق تحمل كل شيء لأنه صعب أنه ينكسر جبل صح ما ينكسر ما يتهايل عليك قولي لا هذه ثابة ثابتة نعم هذه الجبال ممتدة هذه كلها منها من دبا شرب شفت دبا شرب دبا هي و لما توصل إلى آخر عمون جبل الأخضر نعم هذه كلها الجبال صلبة و قوية ممتاز و من ناحية الغرب هذا الشجاة بيضية هشة و تتحول إلى تراب ماشا الله نعم ممتاز طيب بشكل سريع الوالد أنت ماشا الله يا أبو ياك نبتة الزيتون نعم أبعدني أكمل لك الحصاء الحصاء لأنني وقت أم 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 تساعدني هذه الحصاء أنا أبني لقم هدية جيد يا سلام والهدية عجيز علي و عجيز عليكم وأنا عمري لم أعدتها لحد يا سلام لأن أنا جاب منها هذه لقم تثني لكن لم يمكن القصة يا سلام علي هذه الحجر أعتز فيها لأن أنا كل مكان أسير لازم يبشي إلى بلادي يا سلام فأنا كنت في المدينة و مكة عدة مرات لكن هذه جابتنا لكم هدية من وين من جبل أحد يا سلام من جبل أحد من السعودية من السعودية فكان ذلك اليوم أنا كنت مسؤولة عن بعثة حج تقريبا 250 ضابط و كان طول عمر اليوم وصلنا عن جبل أحد ذكرنا هذه القصة قال لي الوادي خاطف من هناك يا سلام أبو يا تعالوا الوادي مين أنا مطار ما في مطار قالوا لا نادل في الطايف و خاطر عند أحد فأخذت هذه حصايا و أجبتها معها عدة حصايات بس ليس كثيرا و أجبت هذه هدية لكم اليوم قلت أهديكم والله هدية عزيزة على قروبنا أغلى هدية لكن هذه طبعنا نسمحونها هذه هدية من جبل أحد لا تقص نحن نحن نقسم هنويات بعدين بس كيف نقص ما علي خلينا نتكلم عن هذه زيتون هذه جاء ذكرها في القرآن صحيح و أبعا و ستين الخبير الإنجليزي جابوا أشجار جابوا أشجار وجابوا مقاين وجابوها لها عند عمي حمد بن خماس المحرج في المسافي أمير المسافي نعم فجرعناها و عاشت هي واستوت هذه الزيتون موجودة في مسافي عندي في المزرعة و كل سنة تثمر شهر ثمانية زيتون هذه طويل عمد شليت منها زيتون للشيخ زايد الله يرحمه و خل منها زيتون هذا الشجر الزيتون يا سلام أنا أريد أن أجبك زيتونة كلها لكن كبيرة إن شاء الله لقد زيارة إن شاء الله في هذه المزرعة هذا عن شجر الزيتون الشيء الثاني ننتقل نرجع مرة ثانية للمسافي أنا عندي شجر هنبا أمرها أربعمائة سنة ما شاء الله أنا ما أملكها أنا واحد من الحافظ عليها يعني الشيء يقول الذهب من دامه عندك ليه قيمته صح و من ترمامه من نفايده صح فالزيتونة الشجرة نعم الهنبا والخير هذه الهنبا صورتها قبل لا تموت هذه الهنبا مشهورة على مستوى المنطقة الشرقية قامل لأن كل القوافل كانت تمر على دباء مسافي من هنا إلى الشارجة مسافي من دباء إلى أعمال كلها تمر عليها و هذه العين تمشي فهذه الناس كلها كانت قيل تحتها فلما ماتت أنا حافظت عليها وشليتها وحطيتها عندي في المتحف جبنا لها جماعة وقال أبويا هذه عمرها 400 سنة وشولة 400 سنة تعال عرفونا كيف عمرها هذه قالوا لا الدكتور قال شوفوا أبويا شوفوا الخطوط هذه كل خط ليعمر يا سلام ولم حسبوها 400 سنة مش عمرها نقيسها بقياس كميوتر لا هذه بالجذوة فالحين موجودة عنده في مساهم خلينا الناس تصور عندها وطير استحت الشيء حبط عليه سنة تقريبا يوم كنت لعب كرة طائرة في وين مسافي لا مسافي في خرفك خرفك أنا بنعم هنا عندكم سيف سلطان تعرفوا سيف سلطان نايف رئيس التحاد كلب هذا مهاجر مسافي نحن سرده يرجع عندنا هناك الحياة تمت تمر معنا وتسير الله يواليك الصحة والعافية يعني والله يعطيك الصحة والعافية فلا بمحافظين عليها جبت طيارة طيارة سنة 1942 طيارة شو سويت في الطيارة جبت أنا وكم اشتريتها شفت ببيعها في السكراب نزيل قلت أبو تعال أنت شو اللي جبت ببيعها قال هل ببي سكراب قلت ويخذ مكتوبك وخلها هاي طلعت طيارة سنة 1942 أبو الشخصين طولها شروبين عند شعاشة طيارة أبو الشخصين وهاقين موجودة لديه المتحف يا سرع وعلى كم خدتها طيارة موجودة لا أخبرك بكم عاد أكيد دي مكب 500 أم 400 أم أكثر 500 وهي من سنة 1942 هاي رحل لو تبيعها كم بتجدك وعندي سيارة 64 64 هذا كان أول عند أبوي بالإنجليز سكراب هذه السيارات يبوهن لندروفر هذا والشغيرة يطلع أنا أخذتها عن أبوي وقلت له بيخلي بحفظ عليها ما قصروا أهل الشارجة وحاكم الشارجة الله يطول عمره الله يحضر وكل شعب الإمارات أعطوني رقم عليها 808 في الشارجة والحين أعتزفها قدام البيت و أسأل لها السلام يا سلام ما تتمشى فيها ما تتمشى فيها نعم أولادي أنا بعيد ما شاء الله عليه مخلص ماجستير أولادي الحنجل أكلهم دارسين ممشا أهنا الله قال لأبوي شوف قل لأبوي يفهل في دبي بتمشى بها أمارة نحن عشنا معاك أجواء جدا جميلة كل هذه المقتنيات الجميلة وإن شاء الله يتم المحافظة عليها من قبل أبنائنا إن شاء الله ونحن بعد نشوف بأن الأجيال تتسابق للحفاظ على هذا التراث الجميل من دولة الإمارات فكل الشكر لك على حضورك شكرا لك الشيخ زايد قال الإمامة لماضي وانا الشيخ زايد قال كلمة يا سلام الله يسعدكم الله يواليك الصحة والعافية ويدوم عليكم الصحة والعافية وعلى الإمارات الخير آمين يا رب والسعادة دائمة إن شاء الله آمين يا بي ما قصرت إلاكم الله خير كل شكلك مرة أخرى إذن مشاهدينا الآن نتوقف إلى فاصل قصير عقبا نرجع وأيضا نستكمل معاكم مشوارنا الصباحي فابقوا معنا